هناك أيضا نقطة هامة جدا وأنه سيتم من خلال وجود قادة صحيين يمثلون مجموعة من المتخصصين والذين تم تدريبهم وتهيئتهم ولديهم الخبرة الكافية لمواكبة فرق من الأعمال الصحية التي ستواكب كل مجموعة من الحجاج سيرافقونهم خلال تأديتهم للمناسك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وقيام بإجراءات التعلق بالرصد والأمور الوقائية وكذلك حثهم وتذكيرهم بالبروتوكولات والإجراءات والإشراف والرقابة على تأديتها بشكل مستمر هذه الأمور ستستمر بإذن الله حتى الوصول إلى المرحلة النهائية بإذن الله وهي إتمام تأدية المناسك والوصول إلى المرحلة الثالثة التي تمهد بإذن الله بعد سلامة الجميع إلى عودة الحجاج سالمين وآمنين إن شاء الله بحج مبرور وسعي مشكور